أفرج الإنقلابيون في بوركينفاسو عن الرئيس كافاندو الذي ضربت عليه إقامة جبرية في منزله بينما لا يزال إسحاق زيدا القائد العسكري السابق الذي يرأس الحكومة في معتقله بالقصر الرئاسي طيلة يوم الجمعة الأوضاع هادئة نسبيا في العاصمة وتوقفت الاحتجاجات التي انطلقت الخميس بعد الإعلان عن الإنقلاب فيما أعلن رؤساء أفارقة عن سعيهم التحرك من أجل الوساطة والتوصل لحلول يستمر بمجبها المسار الانتقالي رئيس الإنقلابيين رد على ما تردد في الإعلام نافيا عزمه على البقاء في السبطة لفترة طويلة ومؤكدا تمسكه بإجراء الانتخابات في الوقت المناسب فيما تواصلت مناشدات القوى الإقليمية والدولية للإنقلابيين بالإفراج عن الرئيس ورئيس الحكومة وإكمال المسار الانتقالي في البلاد من أجل الخروج بالبلاد من أزمة الشرعية السياسية وإرساء دعائم مؤسسات منتخبة لتسير شؤون الحكم في بوركينفاسو احتراما للوفاق الوطني والآجال الزمنية للمسار الانتقالي الإنقلاب في بوركينفاسو جاء بعد إقرار الحكومة الانتقالية لقوانين يتم بموجبها دمج وحدات الحرس الرئاسي في الجيش الوطني وإصدار قوانين تمنع الوزراء السابقين في عهد الرئيس كومباوري من الترشح للانتخابات الرئاسية إضافة إلى إصدار المحكمة العليا حكما يتهم إبليس كومباوري المقيم بالمغرب بالخيانة العظمى والمطالبة بتسليمه وهي قرارات اعتبرها الإنقلابيون صيغة لخدمة أشخاص محددين في الحكومة الانتقالية